جمال علام رئيس اتحاد الكورة المصري اعلن فيه اقالة ايهاب جلال مدير الفني لمنتخب مصر وقال وذلك عقب خوض المباراة الوديه امام كوريا الجنوبية يوم الثلاثة المقبل علام قال انه تم تكليف محمد بركاته حازم امام عضوات اتحاد الكورة المصري بدراس سيارة ذاتية للمداربين الاجانب لخلافة ايهاب جلال في اشارة منه انه تم اتخاذ بقرار برحيل يعني هو طبعا هم طبعا انا مش عارفة بصراحة منتخب اتحاد غريب جدا يعني انتوا يا جماعة هتطلعوه كوريا وهو مقال تصريح غريب جدا يعني هو طالع كوريا مقال وانتوا بتقولولو ان احنا بندور على المين اللي حيجي بعديك وهو في الطيارة طب طلعتوه الطيارة ليه مقصة غريبة جدا قال لك ايه ممكن قرار اختيار ايهاب جلال مجاش صح لكن الكل بيقول انا مسؤول عن كل حاجة حتش قال لك ان انت مسؤول عن كل حاجة بيقولوا رايحين يتفسحوا في كوريا صراحة لا دي تصريحات مستفزة جدا جدا بصراحة يعني انتوا دلوقتي مطلعينوا الراجل كوريا ليه اذا كنتوا قررتوا اقلتوا يا تقيلوه بعد ما يرجع لكن يعني هي بقى ولا ده تصريح لامتصاص غضب الناس عشان الغضب ميروحش على الاتحاد فيبقى خلاص اهو شلنا لكم ايهاب جلال طب ما هو حزموا وبركات من الاول قالوا مش عايزين ايهاب جلال ومشيتوا كلامهم يعني رفضتوا كلامهم بصراحة لا يعني قصة تبدو لغريبة الشكل هنحاول ان احنا نطيقا من هذه التصريحات بعد قليل لانه يعني طلعوا الراجل في الطيارة وهو في الطيارة بيقولوا والله احنا ماشي ناك وهو طلع في الطيارة كمان شوية ولا الطيارة طلعت الساعة سبعة